المتواصلون هنا من غزة لدعم على أشقاء عبر عملية الفارس الشهم ثلاثة وأيضا المساعدات الإماراتية وقوافلها تتواصل لدعم الأشقاء أكثر من 7088 طن من المساعدات الإغاثية الإماراتية دخلت إلى قطاع غزة من معكولات وكذلك مواد غذائية إغاثية ملابس شتوية وغيرها الكثير واستفاد منها مئات الألاف من أبناء قطاع غزة سواء في المطابق الخيرية المخابز الملابس الشتوية الطرود الغذائية أيضا الخيام التي استفاد منها أكثر من 60 ألف مستفيد وغيرها الكثير الكثير ضمن قفلة المساعدات الإماراتية 168 طائرة من الإمارات إلى مطار العريش أكثر من 490 شاحنة دخلت إلى القطاع من المساعدات الإماراتية ومازالت تستمر كذلك إذا ما تحدثنا هنا عن المستشفى الميداني الإماراتي الذي عالج حتى اليوم أكثر من 6700 حالة من الجرحى والمرضى والمصابين وغيرهم بالإضافة إلى المستشفى الميداني العائم في قطاع وفي العريش وكذلك السفينة التي حملت مئات الأطنان وألاف الأطنان من المواد الإغاثية التي وصلت كذلك إلى العريش وهي السفينة الثانية وغيرها الكثير الكثير التي تقوم بها عملية الفارس الشهم لمساندة ودعم الأشقاء وكذلك بدعم من المؤسسات الخيرية كالهلال الأحمر الإماراتي وكذلك مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية والخيرية ومؤسسة الشيخ زايد للأعمال الإنسانية وغيرها من المؤسسات التي تقوم بدعم الأشقاء هنا في قطاع غزة شكرا